السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعزائي المشاهدين ومتابعين ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء الجديد الذي سأستعرض فيه خبرا عاجلا يقول الداخلية اليمنية تكشف تفاصيل حادثة رداع البيضاء عبدالعميد عبدالخالق العجري ناضق بزارة التاخلية أسفه العميق بسبب الحادث المؤلم الذي وقع في مدينة رداع بمحافظة البيضاء مما أسفر عن سقوط عدد من رجال الأمن والمواطنين وأوضح الناضق العجري أن الحادث وقع نتيجة لخضأ من قبل بعض رجال الأمن أثناء تنفيذ حملة أملية لملاحقة بعض المخربين الذين هاجموا رجال الأمن في وقت سابق مما أسفر عن استشهاد اثنين من رجال الأمن وإصابة آخرين وأشار العجري إلى أن بعض الأفراد قاموا باستخدام القوة بشكل مفرد وغير القانوني كردة فعل غير مسؤولة دون اتخاذ التوجيهات الصادرة عن القيادة الأمنية أو علم مزارة الداخلية وأضاف العجري أن الوزارة أشرفت على تشكيل لجان ميدانية مستعجلة للتحقيق في تفاصيل الحادثة ووجهت بضبط الينات المتوردين في الحادثة وتقديمهم للعدالة مؤكدا أن الوزارة لن تتهاون في محاسبة أي متجاوز من رجال الأمن أو المنتمين للمؤسسة الأمنية في أي منطقة سواء كانوا يخالفون القانون أو ينتهكون أخلاقيات العمل الأمني والتزامات رجال الأمن الوطنية والدينية وأفاد بأن وزير التاخلية وجه بتعويض عوائل ضحايا والمتضررين من الحادثة وجدد ناضك التاخلية أسفه عما حدث في مديرية رداع مشتدا على أن رجال الأمن لا يمكن أن يكونوا إلا حماة لأمن وسكينة الوطن والمواطن أشكركم على حسب متابعة والإصقاء ولا تنسوا والإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة